الله يسعد أوقاتكم بكل الخير وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وتزيين جديد إذا كنتم تحضروا فيديوهاتي لأول مرة وما اشتركتوا بالقناة باتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل فيديو جديد منزل على القناة أهلا وسهلا فيكم تزيين اليوم متل ما شفته في بداية الفيديو هو لكيك تخرج كتير ناعم الكيكة وكتير بسيطة وسهلة لكن منظرها أو شكلها النهائي كتير فخم وراقي تابع معي الفيديو حتى تتعرفوا على طريقة التزيين وتشوفوا قديش سهلة وبسيطة أو ممكن تنفذها أي صبية حتى لو كانت مبتدئة الكيك اللي معنا بالفيديو هو كيك مجاز 8 إنش كيك فانيلا رح أترك للصبايل الجداد اللي ينضموا للقناة المقادير والفيديو بصندوق الوصف لو حابين يتعرفوا على طريقة عمل كيك الفانيلا بالمحسن عادة أقل مقدار بالكيك أنا بخمزه هو مقدار الخمس بيضات فأنا خبزت مقدار الخمس بيضات أعطاني صنيتين 8 إنش وصنيتين 6 إنش يعني قالبين كيك واحد مقاس 8 إنش متكون من أربع طبقات وقالب كيك تاني 6 إنش كمان مكون من أربع طبقات تمام يا صبايا بالنسبة للكريمة اللي أنا استخدمتها أو اللي دائما بيستخدم هي كريمة ريتش كل كوب من الكريمة على نص كوب من المية الباردة ومن العكدير من السكر وشوي من الفانيلا بنخفقهم لحتى نحصل على قوام متماسك ممكن نستخدم كريمة سي يو كمان ومتازة بالشغل بعد ما غلفت الكيك بالكريمة دائما بفضل إننا نستخدم كيس الكريمة بالتغليف حتى نحافظ على الكريمة بدون أي فتفيت للكيك خاصة لو كنت مبتدئة هذه الخطوة كتير بتساعدك بدأت بتنعيم أو فرد الكريمة على الكيك باللس باتيلا أو بالسكربر الإشي اللي بريحك وين في فراغات مش موجود فيها كريمة رح أعبيها بالكريمة وأرجع مرة تانية أفرد الكريمة تمام يا صبايا بعد ما أخلص الجوانب رح أبدأ بسحب وجه الكيك أو الحواف حتى أحصل على حواف حادة آخر خطوة أنا بعملها بالتجليس هي المية الساخنة يعني بعد ما أناعم الكريمة وخليها تقريبا تكون متساوية لكن حاب أحصل على الوجه ناعم تماما بحط الاسباتيلا بالمية الساخنة وبمشي عليها كخطوة أخيرة في الكيك الخطوة اللي بعدها رح أخذ هذا الدست الدهبي متوفر في محلات مستلزمات الكيك ورح أخذ كمية منه بسيطة متل ما شفته بالفانيلا رح أدوبهم مع بعض الفانيلا كان قوامها شوي تجيل وسميك فحطت كمان نقطة مي ما نكتر حتى ما تصير سائلة يعني بشكل كبير أنا بس بدي إياها تكون سلسة بحيث إنها أقدر أنترها على الكيك متل ما شايفين بأي فرشاية تكون مخصصة عندك لشغل الكيك رح أنتر اللون الدهبي بالشكل اللي شايفينه على الكيك صبايا بتمنى منكم إذا كانت الفيديوهات بتعجبكم أو بتستفيدوا منها إنكم تتفاعلوا معها على الأقل يعني بلايك أو بتعليق هذا الإشي بساعد على أنه الفيديو يرتفع يعني على الأقل أفهم إنه أنا ماشي بالطريق الصح أو إنه هاد الفيديوهات فعلا هاد النوعية اللي أنتو بتكم إياها أو فيديوهات تانية يعني تقييمكم وتفاعلكم مع الفيديو هو اللي بيديني أو بيعطيني تنبيه للمحتوى اللي أنتو بتحبوه أو بتفضلوه أو المحتوى اللي أنتو ما بترغبوه تمام يا صبايا نرجع لتزيين الكيك بقطعات الأحرف قطعت أحرف كلمات التهني أو الأسماء لكن ما استخدمتهم للأمانة لأنه ما كان في مساحة بالقاعدة كمان هادول الصور من بنترست طبعتهم بخصوا كيكات التخرج لنجوم حتشوفوا بالنهاية إنه كمان استغنيت عنهم لأنه أعطوني هيك عشقة للكيك وما حبيتهم أبدا على الكيك ثبتت الصور من الخلف بأعواد طوق أو عواد الشواء عفوا وحطيت هادول الوردات حطيت لنجوم متل ما شايفين لكن شلتهم بالنهاية لأنه ما عجبني شكلهم رح أرتب الأحرف بالبداية قبل ما أحط مسحة من المية تحت أو على البورد حتى أثبتهم أتأكد من الموقع الصحيح للأحرف بالبداية وبعد هيك أحط مسحة خفيفة جدا من المية حتى تثبت الأحرف ما نكتر من المية مسحة خفيفة جدا بتكفي لأنه عجينة السكر عدوها الرطوبة التزيين اليوم صار جاهز وكيف كنت التخرج صارت جاهزة أحكوا لي رأيكم بالتعليقات إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو للفيديو الجاي دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر